أهلا وسهلا فيكو رفقاتنا لها الفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة الدخول إلى البيوس الخاصة بلابتوب اللينوفو الفي 310 طريقة تعديل إعدادات البيوس طريقة الإقلاع عن طريق الفلاش ميموري خليكم معنا لنهاية الفيديو وأكيد شباب قبل ما نبلش بالشرح عطوني لايك على الفيديو لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا أول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية أصدقائي شركة لينوفو كل لابتوب عندهم له طريقة بالدخول إلى البيوس شي اف ان مع الاف اتنين شي اف اتنين لحاله شي عن طريق دبوس جانبي والله حيرتونا يا جماعة اللينوفو يعني هل انتو بتغيروا الكادر تبع التصميم كل سنتين يعني المصممين بتألعوهم وبتجيبوا موظفين جداد والله عجيب هذا الموضوع طيب على كل حال خلينا بهذا اللابتوب اللي عنايا هذا اللابتوب يا أصدقائي للدخول إلى البيوس الخاصة فيه فيه له هون بهذا المكان دبوس شايفين هون بهذا المكان هلا عن طريق هذا المشبك بدخله هون بيقوم بأقلع الجهاز وبيعطيني قائمة البوت منيو رح نشوف كيف طبعا دبوس يفضل يكون سميك شوي انشان ما يفوت لنهاية البورد ويحرق لك ياها تمام وبهذا المكان ضغطة واحدة فقط بتلاقي اللابتوب بيشعل وبيعطيني هالقائمة يلي شايفينا اذا في عندي نورمال ستارت اوب انه يفوت بشكل طبيعي للويندوز عندي البيوس سيت اوب انه يفوت على قلب البيوس وعدل اعدادات البيوس وفي عندي كذلك الامور البوت منيو انه اختار اداة الاقلاع اللي بدي اقلع عن طريقة فلاش ميموري او سيديروم واخيرا في عندي استعادة النظام السيستم ريكافري انا شغلي بالبوت منيو وبالبيوس سيت اوب طيب رح فوت على البيوس لنتعرف على الاوبشن الخاصة ببيوس هذا اللابتوب بضغط انتر متل ما انا شايفين اصدقائي هي الواجهة الاولية للبيوس فيها رقم موديل البيوس بالاضافة للمواصفات الخاصة بهذا اللابتوب بشكل عام بنتقل عندي التبويب الثاني اللي اسمه configuration بداخل هذا التبويب عندي التاريخ والوقت عن طريق الضغط على زر الانتر بنتقل بالتواريخ الى الامام والى الخلف عندي زر الاسهم للأعلى والأسفل كذلك الامور بنتقل طيب طريقة التعديل بهالاعدادات او هالارقام كيف اكيد في شخص رح يقول لي على حسب شو مذكور تحت اف خمسة اف ستة لا ما هتشتغل معك الاف خمسة والاف ستة للأسف تمام اللي رح يشتغل معك هو الاف ان اف ان مع اف ستة تمام او مع اف خمسة لاحظ تمام اذا اي تعديل عم بضغطه انا بالاف ان مع اف كذا تمام هاي ملاحظة مهمة جدا يعني كيف جمعوا بين موضوع الدبوس وموضوع الاف ان والامور هاي كلياته ما شاء الله كلهم بلابتوب واحد نرجع البيوس اللي عنا اذا اصدقائي متل ما ذكرنا تعدلنا التاريخ والوقت بنتقل بالاسهم لتحت عندي الويرلس لان لازم تكون بحالة انابل اني فعل كرت الويرلس الداخلية لداخل الجهاز عندي الكونترول مود اكيد خليها اي اتش سي اي هيب تتوافق مع جميع الهاردات بشكل عام الساتا لداخل الجهاز عندي خيار الفيرتوليزايشن تكنولوجي اكيد خليها بحالة انابل لدعم جميع محاكيات الاندرويد باقي الخيارات تتركها مثل ما لموجودة عندي هون بالبيوس بنتقل عن تبويب السيكوريتي اللي عن طريقه فيني حط باسورد على البيوس او باسورد على الهارد قبل الوصول الى الويندوز كليا عن طريق هدول الخيارين عندي تبويب التي بي ام في حال عم تنزل ويندوز 11 ويندوز 11 اورجينال لازم تخليه بحالة الانابل طبعا انا الويندوز الانابل اللي عندي اياهون نزلته او حرقته عن طريق برنامج الرافوس وكسرت الحماية تبعه بالتالي انا ما لي بحاجة لهذا الخيار وحطيته بحالة الديسابل كذلك الامر عندي خيار مهم جدا لازم تعطله هو السيكوريتي بوت لحتى تأقلع عن طريق الفلاشة لتشتغل مثلا على برنامج الديالسي بوت او الهايرانز هدول برامج خاصين بفحص الهاردات ويعني فحص الجهاز بشكل عام وصيانة جهاز هدول برامج ما بتأقلع في حال السيكوريتي بوت كانت بحالة الانابل انا خليتها كذلك الامر بحالة الديسابل برجع بكرر اذا كان الويندوز 11 عندك اصلي لازم تخليها بحالة الانابل انا مخليها بحالة الديسابل بنتي اللي عند تقويب البوت وكذلك الامر عندي هون الخيارين اما اللوجيسي في حال عبثبت ويندوز 7 وطبعا لا ينصح ثبت ويندوز 7 على هايك جهاز لانه نوعا مع حديث ومن الجيل السابع عم بشتغل على نظام UEFI تمام يا شباب لانه شغلت الهارد بنظام GPT وليس ال MBR هاي ملاحظات مرتبطة مع بعضها UEFI GPT عم بشتغل وطبعا اكيد في عندي ملاحظة مهمة جدا في عندك مشاكل بالاقلاع اكيد عدل هذا الخيار للوجيسي ساب بورت قد يأقلع معك النظام هاي ملاحظة مهمة جدا او اثناء تثبيت الويندوز احنا شرحنا هذا الموضوع بكتير فيديوهات عنا على القناة بموضوع اللوجيسي والUEFI وحرق الفلاشة عن طريق برنامج الرافز طيب خلينا على UEFI مبدئيا عندي هون تحت المنا خيار اسمه USB Boot لازم تفعل هذا الخيار وتخليه بحالة Enable لحتى تأقلع عن طريق الفلاش ميموري وعندي كذلك الامر الاداتة اللي بدي أقلع عن طريقها بشكل دائم طبعا الويندوز Boot Manager لازم يكون بالبداية لحتى يأقلع بالبداية طبعا اذا كنت حابب ارفع الفلاش ميموري للبداية عن طريق متل ما ذكرنا ال Fn مع ال F6 او ال F5 لاحظ ان هلأ رح نزلها عن طريق ال F5 تمام عم بنزل المدخل الى تحت Fn تمام و F6 لحتى ارفعها للأعلى وبعد ما حددت خيار الاقلع اللي بدي أقلع عن طريقه بشكل دائم ان كان Hard Disk ولا Boot Manager وما الى هناك مثل ما ذكرنا بال Fn ال F6 ال Fn ال F5 صعودا ونزولا ثبتها بهذا الشكل بنتقل عن تبويب الاقزايت هو التبويب الأخير بالبيوس عندي عدة خيارات الخروج مع الحفظ عندي الخروج دون الحفظ عندي إلغاء جميع التعديلات بدون الخروج عندي حفظ جميع التعديلات مع البقاء ضمن بقلب البيوس والخيار ما قبل الأخير Load Default Setup أو Sitting يلي بيعطيني ضبط مصنع كامل للوحة لأما برجع جميع الاعدادات لضبط المصنع وكأنني شغلت الجهاز أو فتحت الجهاز من الكرتونة ورجع جديد كليا طبعا هذا الكلام فقط لأعدادات البيوس ما له علاقة الهارد ديسك ولا البيانات يلي على الهارد ديسك ما بيتأثروه نهائيا بعد ما انتهيت من تعديل اعدادات البيوس بشكل عام لازم اضغط زر ال F10 لاحظتوا ما خلاني اضغطه لزر ال F10 ليش؟ لأنه لازم اضغط معه زر ال Fn Fn مع F10 لحتى يعطيني رسالة الحفظ الخاصة بالاعدادات شايفين يا شباب صعوبة لا متناهية عن جماعة اللينوفو للأسف طيب نضغط انتر وهيك بيكون حفظ الاعدادات الخاصة فيني طيب أنا بدي فوت على البوت مينيو بدي أقلع عن طريق فلاشة ما في داعي لفوت للبيوس كليا ولكل هالمعمعة هاي شو بدي ساوي جباري بدك ترجع للدبوس او النكاشة اللي نكاشنا فيها لنرجع للبوت مينيو هلأ رح انتظر لي اقلع الجهاز واضفي الجهاز اعطيه ايقاف تشغيل كليا وارجع عن طريق النكاشة انك شو وارجيكن البوت مينيو الخاصة بهذا الجهاز وهلأ اصدقائي رح نتعرف على طريقة الدخول للبوت مينيو الخاصة بهذا الجهاز لحتى نقلع عن طريق فلاشة او عن طريق سيدي روم ونثبت ويندوز دوري بدون ما ندخل للبيوس الخاصة بهذا الجهاز متل ما ذكرنا سابقا عمدي الدبوس اللي بهذا المكان تمام متل ما ذكرنا بنكشو بنكاشة او بدبوس تمام منلاحظ انه شعل الجهاز من تلقاء نفسه وعطاني قائمة البوت مينيو مباشرة طبعا انا اكيد رح انتقل عند البوت مينيو بدخل بزر الانتر متل ما اننا شايفين عطاني الويندوز بوت مينيجر اللي فيني اقلع عن طريقة لانه بداخلها الويندوز او عن طريق الهارد ديسك اللي هو الكنجستون طبعا نفس النتيجة رح يعطيني رح يوصلني للويندوز اللي على الهارد بالاخير عندي التوشيبا الفلاش ميموري او اليو اس بي ديفايز اللي بدي يثبت عن طريقه الويندوز لاني انا هلا واضع فلاشي عليها نسخية الويندوز تمام اذا هاي قائمة البوت مينيو بجانب قائمة البوت مينيو في عندي شغلة اسم الاب مينيو او تطبيقات ضمن القائمة عن طريق زر التاب زر التاب عندي هون على الكيبورد تمام بضغط بزر التاب اذا واضح تمام بفوتني على القائمة الخاصة بالتطبيقات بعد ما ضغطت زر التاب عطاني اما الدخول الى السيتاب اللي هي البيوس تمام اذا بدي فوت على البيوس وعدل انا خربطت فتت على البوت مينيو بدل ما فوت على البيوس لذلك هو حط لي اياها بهاي القائمة او اعمل فحص سريع للجهاز بشكل عام تمام او فحص لموارد او معدات او بدنا نقول الهارد وير الخاص بالجهاز شكرا لمتابعتكن اصدقائي والى اللقاء بفيديو جديد امام فيديوهات قناة تقنية عربية